يا طيب لك ولأسهد المشاهدين في الزكرة السنوية الخامسة لمرتزقة داعش قامت المرتزقة يوم أمس بتنفيذ عملية في روسيا بالقرب من رواحي موسكو هذا يؤكد مرارا ما قالته القوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لإقليم شمال والشيخ سوريا بأن مرتزقة داعش ما زالت موجودة على الأرض ما زال هذا الفكر متطرف في جميع أنحاء دول العالم ويحاول تنظيم نفسه مرة أخرى من خلال استغلال أي فرصة دولية من إعادة تنظيم نفسه قوات سوريا الديمقراطية ومن خلال المقاومة التاريخية البطولية التي قامت بها قضاء على هذا الفكر عسكريا على الأرض لكن ما زال تنظيم داعش موجود على الأرض والصمت الدولي هو الذي يدفع إعادة تنظيم داعش لإعادة نفسه من جديد طيب هذا بالنسبة لليوم رغبة تنظيم داعش على أن يفتع اليوم عمليات في جميع أنحاء العالم وهو خطر عالمي وليس فقط في شمال وشرق سوريا لكن اليوم الوضع أمنيا كيف يبدو في شمال وشرق سوريا من قبيل أو بما يخص مسألة محاربة الإرهاب عمليات قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف الدولي حتى الآن ما زالت مستمرة على الأرض في محاولة للقضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش المختبئين على الأنظار في المنطقة وأيضا محاربة هذا الفكر المتطرف على الأرض لكن هجمات جيش الاحتلال التركي الأخيرة على المنطقة رأينا قبل عام أحداث سجن صناعة محاولة فرار أكثر من ألف مرتزقة داعش هؤلاء لو استطاعوا الفرار لكان وقتها كارثة بشرية على العالم أجمع أيضا قبل عدة أشهر كانت هناك هجمات مكسفة لجيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هذه الهجمات تقوض من عملية استمرار حملة القضاء على مرتزقة داعش وأيضا هناك محاولة من قبل الاحتلال التركي في نشر الفوضى في هذه المنطقة رأينا أن جيش الاحتلال التركي عدة منها كانت تستهدف نقاط لقوة الأمن الداخلي الأسائش هذا يؤكد أن جيش الاحتلال التركي من خلال هذه الهجمات يحاول نشر الفوضى من المنطقة وصنح فرصة أخرى لداعش العديد من قادة مرتزقة داعش يختبئون في المناطق التي يحتلوها تركيا في سوريا يعيشون في أمن وسلام يتواصلون أحداث جن صناعة كانت لهم صلة من عجل فرار مرتزقة داعش وأيضا منذ بداية تأسيس داعش تركيا كانت لديها يد في تأسيس داعش لكن من خلال اجتماعات التي تقوم بها تركيا وأيران في ستانة والاشتراف مع روسيا روسيا يوم أمس تعرضت لها جمال مرتزقة داعش أيران وتركيا ومن خلال ما يعملون ضد مناطق شمال والشرق سوريا يعطون فرصة أخرى لمرتزقة داعش من أجل إعادة تنزيم نفسه ونشر فكرهم في العالم أشكرك جزيلا شكرا على كل ما تفضلت به من شمال الشرق سوريا الصحفي في وكالة هواري الأنباء رناس أحمد رمو شكرا جزيلا لك